إعادة ترتيب الوضع القضائي وتفعيل المؤسسات في المناطق المحررة خطوة جديدة تقوم بها الحكومة بعد أن عمل الانقلاب على تغييب مفهوم الدولة ومؤسساتها بشكل كامل وأصبحت صنعاء وبعض المحافظات تدار وفق لهيمنة السلاح وقانون القوي إجراءات جديدة سعت الحكومة من خلالها لنقل أعمال المحاكم من العاصمة صنعاء إلى مأرب وعدر بعد أن تعددت الانتهاكات باسم القضاء ونياباته ومحاكمه هذه الإجراءات وإن تأخرت كثيرا برأي قانونيين لكنها بحسبهم ستعمل على ترتيب الجهاز القضاء الذي لطالما ظلت جماعة الحوثي تجيره لمصالحها وتستخدمه بطرق عديدة تمس باستقلالية القضاء وقيمه العليا لعل آخرها إصدار العشرات من أحكام الإعدام ضد المعارضين لمشروعها لم تتوقف الحكومة عند نقل اختصاصات المحاكم فقط بل أعلن مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إيقاف الدراسة في المحهد العالي للقضاء في صنعاء ونقل مقره إلى العاصمة المؤقت عدن وهو الأمر الذي سيعيد ترتيب السلك القضاء بشكل جدري هذه التحركات تأتي ردا على إصدار ميليشيا الحوثي أحكاما قضت بإعدام العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية من ضمنها رئيس الجمهورية نفسه انتهت مؤسسات الدولة في صنعاء منذ اللحظة الأولى للانقلاب وأصبح الحديث عن المؤسسات بعد هذا التاريخ مجرد إساءة إضافية لمفهوم الدولة وما يحدث من ازدراء للقضاء ما هو إلا تكملة لمسيرة إسقاط الدولة وإعادتها إلى مرحلة ما قبل القانون